تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش ما فاش معلش ورمضان كريم آية وتعليق يوم ما فيش شاعي اللي يوم فيه قهوة كله خير قهوة سوداء فيش أحسن من قهوة في نهار رمضان رمضان كريم رمضان كريم انت عايز تغيز الناس يعني عايز تقول لهم يعني احنا انتو صايمين واحنا بنفطر يعني أبدا أنا بقول حقيقة شكلك عايز تعمل كده أنا بقول حقيقة بس أنا ازاي أنا ما بترش مشاعرهم ازاي أنا خايف على مشاعر المسلمين انت عملت أوزهم أزة طول الوقت احنا وصلنا احنا دلوقتي في العاشر الأواخر تقبل الله مننا ومنكم آمين والشياطين بتقيد دلوقتي مسجونة أما نحن بنعمل ايه؟ يا انت عايز تقوله كلها اتكلم عن النفس لا من اللي يأعزونا ان احنا نعمل كلام آآ 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 أصدق كده ما فيش هو من نفسنا بس بس سولت لنا أنفس ونعم بس قريبا سيطلق صراحة الشياطين مشكلة آآ سيطلق بس عايز انا أرجع لأصل القصة ابتدت منين في سورة الأعرف تلخيص عجيب لفكرة الشيطان وصراعه مع الله يقولك يعني تحكي لك القصة اللي احنا نعرفها كلنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم احنا أنا وياك والمجموعة كلها وثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ديابولوس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين مش ممكن النار تسجد للطين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قالوا اطلع من هنا بره ما شوفش وشك تاني قال أنظرني إلى يوم يبعتون ممكن تسيبني لحد يوم القيامة يخلص الفيلم قال إنك من المنظرين خلاص أنا مش فهم يعني هو ربنا بيأخذ ويدي معه لي أصلا يعني الحوار ده يعني هو ربنا اللي بيقرر مش حسب الحوار حد ينرفيزه قلوه طب والله لا مفوض أنه خلاص يعني أنت مقرر حتى يعمل مع الباشر ما هو ديمقراطي بردو فيدي بس فيدي مع الشيطان بس قال له خلاص أنا نديك مهلى لحد أخر الأيام قال فبما أغويتني يعني والله والله لا كده لأقعدن لهم صراطك المستقيم نعيد لهم في الطريق كده وحدش هيخش عندك ثم لأتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أي ماني وعن شمائلهم كده اللخوطة دي ولا تجد أكترهم شاكرين أنا هتشوف أنا هعمل فيهم إي ولا حد هيروح عندك أنا هكسبهم كلهم وحسيبك لوحدك كده قال أخرج منها مذؤوما مضحورا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين أي وعد فيهم تبعك منهم أنا شوي كانت وياه أي رأيك في القصة دي؟ يعني داخل هو ربنا في إخناقة جانبية وإحنا اللي خدنا في النصر روحنا في ستين دهية بسببها يعني طب إحنا من أنت لسه عمال مكرمنا وبتقول له سجد له يا سيدي أنا كان ممكن أتنازل عن السجود دخل أنا مش عايد مش عايد ما تتخنقوش يا جماعة سيبوني أنا الواحدة يعني حلوها بينكم أنا ليه أنا ما أدخل تفروميني بينكم وتعملوا جهنم بسببي يعني ربنا كان لسه يعني حاضر الإنسان في الجنة ومزبطوا وإحنا عادينا ناكل تفاح وحاجات جميلة جايت خانق ربنا مع الشطاب ما عرفش يمسك نفسه وطب وحيته ورحمة أمي لأعمل فيه وروحنا إحنا في ستين ده يا سيدي قالوا بص أنا هغويهم كلهم قالوا بص أنا ماشي معاك في السرع ده يعني أي واحد أخدته هشويك انتويا يعني أنا هاخد كل المشجعين بتوعك قالوا لو أخدت أي مشجع هشويك طب الفكرة إنه إحنا ضعنا في النص هل ممكن نقول إنه الإنسان هو ضحية سراعة الله مع الشيطان يعني في القصة دي لا هو أنت ممكن تقول إن الشيطان هو مهندس قصة البشر لو أنت فهمتام المضمون ده إن ربنا نحطه في الجنة وبسبب الشيطان إنه هو لو ما كانش الشيطان شز عن النص ده ما كانش الخطة مشت كده يبقى الشيطان هو أحد مهندسي خطة الله مع البشر مشكلة كثيرة دي يعني أصدق أنت لو سألوا قالوا اسجد وكان راح سجد كانت أمسجد طب وبعدين ما كان راح يعملي بها ما كانت أمسجد لا ما كانت أمسجد فأنا ناوي يسكت أسكن أبنوا بلاك ناوي إنهم أودينهم في الزرد في خطة تضيعت الخطة الراجل أدم ومراته عملين يأكلوا يأكلوا في الجنة ما فيش هيفضل ما فيش أكشة أهم شوية فأنت لازم تيجي تعمل أكشة أهم شوية أهم أهم أنتوا عندك شطان وعندكوا نفس الحواديد يعني يعني أسترميها على المسيحين واليهود أي حاجة يعني أهم أحنا خدناها أحنا خدناها أحنا خدناها منكم ووظفناها التوظيف الخاص بتاعنا بس أصل خرافة من عندكم بس يا سيدي أنا دارس أتيان وده تخصصي عارف مشكلة الشر والخير موجودة مجسدة بطرق كثيرة في كل دين صراع الخير والشر كل واحد بيوظفه وبيستخدمه بطريقة المسيحية وظفت زيها زي اليهودية وظفت صراع الخير والشر توظيف أنا بالنسبة لي كويس هي مش فكرة القصة توظيف القصة إزاي توظفت في المشكلة الإسلام أنه أخذ القصص المسيحية اليهودية وطلعها قصص تانية توظيف خاطئ ما هو فيه ناس بيفسروا أنه ده مجرد رمز لصراع الخير والشر أنه لازم يكون فيه صراع بين الخير والشر ولازم الخير يقلب الشر لكن في الإسلام ده صارش شخص يتفاوض مع الله ويقول له أنا مفيش الخصة دي أصلاً لا أقول له فيهم واجلب عليهم بخالكة ورجلك أهو أنا هعمل لهم وأنا مش عارف إيه والتاني أقول له ماشي حشويه كنتم الاتنين أهو أنا ماشي ما أديك الأمر ده مفيش وظفت خوف نتجت عن كده رعب رعب الإنسان تفكير ومشلول عندنا في الإسلام بسبب فكرة الشيطان أن أي فكرة تخالف الدين أو أن هي تشككك شوية في الدين ده على طول الله من يعود بك من الشرك والشك يا مقلب القلوب صبت قلبي على طاعتك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ده ثقافة الخوف وأن الشيطان ده هياخدك ولا تتبع خطوات الشيطان يعني أي فكرة ممكن تكون خطوة من خطوات الشيطان وما تفهمش أهم أعداء دلوقتي بعدين بتلاقيه بعض الشياطين بيشتغلوا عن سليمان قال لك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين نعم كنا لهم حافظين حافظين أنت مش أعلنت أن أنت مسخر الشياطين تقول له خذ لك عشرة كده أو عشرين يشتغلوا معاك يعملوا لك كده لأنه شطرين أو حتى الآية اللي بتريق أو لم يروا أن أرسلنا آآ الشياطين على الكافرين تأوزهم أزه يا ربنا اللي بيبعثهم يعني المفروض أنه في سراع بين الخير والشار فجأة صار الشيطان يعني مستخدم عند الله فإنه جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنوا إنه جعلنا إنه جعلنا ومه ربنا اللي جعلهم مش أنت بتخانق معاه بتفهمش يعني هم زي السياسيين بتلاقيهم يعني انتخلقوا شوية في مصالح مشتنق بس تحت أندر تيبل بقى بيعملوا الاتفاقات سرية بس معلشت حطلع أشتمك عشان إنتخابات جاية وشعبي بيحب لما بشتمك شعبي بيحب الحاجة استحملني استحملني شوية بس وصلنا لنهاية هذه الحلقة ما منعكم أن لا تشيروا؟ إيه اللي منعهم يعني تشيروا؟ إحنا ممكن نبعث الشياطين هو شيروا حتى لو فكرت إن الشياطين هي اللي بتدفعك تشيروا تأوزك أزة معلش إضرب الفكرة دي وشير معلش ربنا غفور رحيم ورمضان كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة